القضية ليست في العمر و إنما في تحديد المحتوى جميل يعني أنا ما قبل الست سنوات في محتوى من الست سنوات لـ 12 سنة في محتوى من الـ 12 سنة لـ 16 سنة في محتوى فوق 18 سنة في محتوى و هذا معمول به في العالم الغربي يعني العالم الغربي الآن يحدد أعمار كل شيء يطرح تتكلم أنت عن أفلام تتكلم عن مسلسلات تتكلم عن ألعاب تتكلم عن تجارب أي شيء يطرح يجب أن يكون محدد له العمر و بالتالي تحديد العمر للمشاهدة لأبنائنا و بناتنا مهم عشان لا أعرض ولدي أو بنتي لمشهد أو لموقف فيه شذوذ كبير و يدخل عنده في الذاكرة و يصبح جزء من شخصيته